القصة لحدتك ذكرتها قبل الاتصال أنا وصلت حدتك هي حقيقة ولا حدتك قلت هي حقيقة لأن المفروض أن أنا عندي المجتمع يكون دي مش عادة ده خلق من أو فرد من فرائد الإسلام أو خلق من خلق الإسلام الحياة العادي أن أنا أشوف واحدة سيدة ما أبص لهاش ده العادي في الإسلام ده صحيح صحيح أن أنا ما أتعرضش لأي بنتي ماشية في الشارع ما ليش دعوة بقى هي لبسة كويس هي لبسة مش كويس المفروض أن فيه غض للبصر هي لبسة كويس ولا مش لبسة كويس دي حاجة بقى بتاعة ربك برضو هيحسبها عليها فالمفروض أن دي تبقى مش عادة لأ دي يبقى زيه زي أي فرد من فرائد اللي احنا بنقديها الكلام حضرك صحيح جدا أنا أستاذي أنا ولكن اللي احنا بنشوفه في الشارع للأسف ما فيش حياء خالص من البنت ولا من الولد وللأسف ده دلوقتي الولاد يعني بقيوا متشبهين بالنساء أكثر يعني من النساء نفسهم يعني أنا فيه فيه نساء مسترجلات فيه شباب كتير متشبهين بالنساء ففيه استهتار في المجتمع وما فيش حياء وفيه قلة أدب نقدر نقول كده الولد والبنت بقماشيين في الشارع بيهزروا هزار سخيف أنا بدخل جامعة القرارة على فكرة بلاقي المناظر لا مش بتعجبني بالمرة مش بتعجبني خالص لا الأعدة الولاد مع البنات بتبقى كويسة ولا الكلام بيبقى كويس وكم الألفاظ البذيئة اللي موجودة في مجتمعنا وللأسف ما بين طلبنا طلبنا للمفروض أن احنا بنعلمهم تعليم راقي أن هم يتعلموا فراء الدينهم يتعلموا الأدب ويتعلموا الحياة طيب كلة الحياة في المجتمع المصري جاية من إيه؟ والله جاية يعني لها أسباب كثيرة منها ضعف الإيمان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء من الإيمان الحياء مصدره الإيمان فالإنسان الذي لا إيمان له أو عنده نقص في إيمانه لا حياء له النتيجة الطبيعية أنه ما يكونش عنده حياء هو مولود بالحياة زي ما قلنا في بداية الحلقة ولكنه تجرد من الحياة بابتعاده عن تزكية نفسه وهذه المبادئ والأمور الخارجة عن شريعة الله تبارك وتعالى للأسف الشديد ودرسالة بوجهها للقائمين على أمر صناعة الفن والأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية قعدوا الناس يشوفوا المناظر دي في الأفلام ومسلسلات بشكل متكرر ومتعمد وممنهك لحد ما زالت الحدود الشرعية اللي كانت في البداية لها هيبة والله أنا أذكر موقفا في الحياة لا أنساه أبدا والدي رحمه الله أرسلني إلى صديقي وكانت أمه على قيد الحياة أمه دي كان عندها تقريبا في الوقت ده 97 سنة والله مددت يدي لأسلم عليها وأنا في الوقت ده كان عندي 13 أو 14 سنة فاكر بالضبط كده يعني وهي عندها 97 سنة والله لم تلمس يدي بدون حاجة خدت حتة من الطرحة بتاعها كده وسلمت عليها جعلت بينها أبيني وبينها حدا فاصلا بهذا الحجاب ده كان فطري موجود عند الناس كلها وكانت الناس بتمارسوا بشكل طبيعي جدا الأفلام والمسلسلات اللي فيها مخالفات شرعية واللي كانت بتزاع أو بيعلن عنها بشكل منهج والناس بسمعها بشكل ممنهج بالزاد في رمضان لأسف الشديد ترجمة نانسي قنقر